يالا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية صباحكم ورد إن كنتوا تشوفوا هذا الفيديو في الصباح ومساءكم قشطة وعسل وكل حاجة حلوة إن كانت تشوفوا هذا الفيديو في المساء أمس يا جماعة كان يوم كبير وكان حدث تاريخي يعني واحد من الأحداث التاريخية يعني اللي دائما تطلقها مارفل وتدلع معجبيها والجمهور اللي دائما ينتظر أعمالهم الجميلة مارفل أمس أطلقت مجموعة من الأشياء يعني ليش اللي راح يعرضوها المرحلة القادمة من الأعمال والمسلزلات اللي راح تطرح في منصة ديزني بلس الله أكبر عليهم أقسم بالله يعني حرفيا مارفل يعني مو قاعدين يعطوا أي فرصة للعالم إنهم ينافسوهم أصلا يعني المنافسة صارت بعيدة إنك تنافسهم أصلا صارت بعيدة يجوبك تقرب منه فصدقا يعني ودي نروح نشوف بس الأشياء كذا على السريع اللي اللي تكلموا عنها أمس أو اللي نشروها أمس ونشوفها مع بعض ويب حطوا لايك للفيديو إذا أعجبكم أول حاجة جماعة شوفوا الصورة هذه إلقوا نظرة على الصورة هذه تمعنوا فيها شوفوا الجمال شوفوا الأشياء يعني اللي القادمة هذا الجاي ومخافية كان أعظم عندنا يا حبيبي أول حاجة X-Men 97 Animated Series Announced تم الإعلان عن مسلسة الانيميشن خاص لشخصيات X-Men وراح يتناول يعني أحداث شخصيات X-Men وجايبين صورة من الكوميك واحدة من أشهر الصور لشخصية Wolverine أو Login هو كان يطالع في صورة هنا بس أنه ما استبدلوها وخلوها All New Original Series Streaming في 2023 المسلسل هذا راح يكون في 2023 أعتقد I guess يب المسلسل هذا الشورت انيميشن أو المسلسل الانيميشن القادم راح يكون في 2023 أنا متحمس أنت أكيد متحمس مين ما هو متحمس بعد كده برضو عندنا مسلسل خاص بشخصية Moon Knight واللي هي يعني واحدة من الشخصيات اللي ما أعرف أي شي عنها لن أتفقد لن أعرف لن أتفقد لن أتفقد في حياتك و عمياتك الصوت في رأسك انه يتبعك شخصية جديدة تحرف عليها عن طريق عمال مار ما اقرأ كوميك ولا اقرأ اي تفاصيل عنه بس الواضح هنا انه ايزيك اوسكار ولا اوسكار ايزيك انه يعني قاعد يقدم دور شخصية يعني تشتغل وهو ما هو دالي عنها يعني تظهر وتخلص الليلة وبعدين يصحى يلاقي نفسه ايش اللي صار عارفين ايش اللي صار زي هنا مثلا هنا شوفوا صحي بقاعد يقول what ايش سويت ذول مين لطمهم انت لطمتهم موحش بس كيف لطمهم بنكتجف بعدين على كل حال بيكون مزلزل مثير للاهتمام وايزيك اوسكار يعيال اسمه اسحاق اوسكار يعيال انا لقبط يا اخي ياس اسحاق 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 ممثل مرة مرة رهيب واحتلمه ويعجيب بعد كذا عندنا فرست لوك ات شي هولك الله اكبر عليكم يا مارفل الله اكبر علي فليزكم شي هولك اللي هي النسخة يعني ايش كيف نقول عنها اللي هي الانثة انثى هولك التيزر البسيط واضح انها بنت صغيرة اوكي انا موظفة محامية زي ما قلت لكم يبدو انا نورمال لوير نورمال لوير نورمال لوير محامية بسيطة حلو وهنا واضح انه يعني تحولها الهولك ماهو مرة عفش زي تحول هولك الذكر اوكي اوكي معضله ومورمه شوية بس انه مو زي هولك الولد هنا واضح انه بروس قاعد يعلمها كيف تسيطر على ايش على الهولك تبعها شوفوا الخوف والغضب شوفوا اوكي لا تحبني اوكي 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 هيا، لن نتحدث عنك هذا ليس حقاً الناس من جيرزي سيدي هل أنت محافظة؟ ربما الآن هم يفعلون لقد حصلت هذا، صحيح؟ نعم هيا، لن نتحدث عنك توقف بها، لن توقف بها توقف بها، و يجب أن توقف بها أنت مغرق ربما يفعلون اوكي اتوقع ما في معلومات واضحة عنه او انه ايم دي بي لسه ما اضافوا ذي المعلومات بس غالبا بيكون يعني في السنتين القادمة ما فيها كلام بعد كذا عندنا يا حبيبي ايكو صراحة ايكو ذا انا ما اعرف شي عنه ولا ادري ايش اسم ايش معنى ايكو اصلا هل هي شخصية ولا ايش السال خلنشوف ما في اي معلومات غير انه هذي بتكون البطلة ايكو مين هذي الممثلة صراحة ما اعرفها بس انها بتظهر في مسلسل هوكاي ممكن نتعرف عليها في هوكاي وبعدين ايش نشوف تفاصيل اكثر عنها في ايكو اللي هي اسمها مايا لوبيز واسم شخصيتها ايكو حلو خلنشوف في ستوري لاين ما في اي ستوري لاين ما في اي قصة لسه ما في اي معلومات كثيرة ولكنهم اعلنوا عن هذا المسلسل اللي بعده سبايدر مان فريش من يير اناونسمنت برضو هذا ما في اي معلومات عنه سوى انه بيكون مسلسل الانيميشن خاص بشخصية سبايدر مان تتكلم عن بدايات سبايدر مان وكيف اصبح سبايدر مان ويعني تفاصيل كثيرة عن بدايات ويقولك انه غالب الاحداث اللي بتكون في هذا الانيميشن بتكون مقتبسة من الكوميك بشكل مرة كبير ويتشيز مرة عماس مين ما يحب سبايدر مان يا عائل تستهبلوا بعد كذا نيو لوك ات كروت برضو كروت راح يكون له مسلسل انيميشن خاص فيه يشرح قصة الشخصية وكيف بدأت ومن اين اتت واين تذهب بها هذه الحياة نظرة سريعة اي ام كروت يا في الفين واثنين وعشرين لمحتها برا قبل ما ادخل لمحتها برا في الفين واثنين وعشرين راح يعرض اي ام كروت ما هم موضحين هنا بس انه برا في وكيبيديا كاتبين انه الحلقة الاولى بتكون في الفين واثنين وعشرين متى الله اعلم بس ستيل حلو كروت بعدين نيو لوك ات ايرون هارت واللي هي الشخصية اللي راح تكون الوريثة لأيرون مان برضو ما في اي تفاصيل عنها ولا في اي اطلالة ما في تفاصيل ما في اي من الممثلة اوكي هاد الممثلة دومينيك ثرون راح تكون هي ايرون هارت ريري ويليامز اسم الشخصية ريري ويليامز ايرون هارت اللي هي الشخصية متى راح يعرض اعطوني تاريخ ايم دي بي نات كوايت شور بات الفين واثنين وعشرين برضو السنة القادمة يا كل عبليس يا ولد والله دعسين ماارفل اعيال والله ماارفل دعسين بعد كده يا حبيبي عندنا هاوس اوف هاركنيز اللي هي اغاثة اغاثة هاركنيز بيجيها مسلسل ديام ديام شخصية رهيبة المثلة رهيبة المثلة ظريفة يعني راح نشوف حاجة ممتعة مسكين انه بيكون قبل لانه على حد علم انه شسم هذيك سكارلت وغلقت الليلة عليها بات حاجة مثيرة للاهتمام خلونا نشوف وش على البرفيل حقها بتلاقي المسلسل اغاثة هاوس اوف هاركنيز وش عليه ميني سيريس متى راح يعرض ما هم محددين القايد هنا في الحلقات برضو ما هم محددين ولكن دي المعلومات يعني اتوقع انها موجودة في الانترنت اللي بعده انيميتد مارفل زومبي واللي هو حاجة هيوج لانه احنا شفنا جزء بسيط من الانيميتد او من زومبي عالم مارفل في وات اف ستيل ولا في اي من الابطال ولا من المثلين ولكن كلنا عارفين اللي تابعوا حلقة الزومبي في وات اف ترى غالبا بتكون مقتبسة منها بشكل جدا كبير ولكن هذي المرة المسلسل بيكون ايش بيكون مرة مركز عليه اس لك لايك وي دونت هف اني ما عندهم اي تفاصيل هنا عنها في رامي دي بي بس هذا الموجود واخيرا مسلسل سكرت انفجين سامول جاكسون سامول جاكسون بيقود المسلسل هذا وبيجيب لك تفاصيل ومعارك حلوة في هذا المسلسل هذا واحد من المسلسلات اللي فعلا بتكون حماس بيبدأ في 2022 وإلى متى الله وأعلم دايين هي ابطال في ممثلين ياس عندنا ايميليا كلارك دايين بيكون ست حلقات في 2022 سامول جاكسون وليفيا كولمن اللي مثلت في فاذر أو ذا فاذر وهذا ما نعرفوش ما شفتوش ما قبلتوش ما عشرتوش بس سكرت انفجين بيكون واحد من المسلسلات المثيرة للاهتمام واللي قد تضيف اشياء كثيرة الى عالم مارفل هل في شيء اضافي كمان نفيش ولكن اللي سمعتو يا جماعة على حد علمي برضو انه الموسم الثاني من لوكي برضو راح يعرض في السنتين القادمة بس ما حطوه فيه ضمن الاعلانات لأنهم اعلنوا عنه في نهاية الموسم الاول من مسلسل لوكي انا متحمس وانا متأكد مليون في المئة ان الشعب كله متحمس قدامنا مجموعة كبيرة من الاعمال يا جماعة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر حد عشر اقناعشر عمل قدامنا راح نتابعها خلال السنة والسنتين القادمة كلها بتكون مسلسلات يعني اوكي طابة اتحمس اكثر من كده لانه انا احب مارفل واحب دي سي واحب كل عوالم البطال خلقين واحب دي بويز واتمنى صراحة فعلا ان دي سي او وارنر براثرز دي سي يعني صراحة امتكد ان عندهم قوتهم موجودة في كتبهم وقصصهم المصورة ولكن الحيوانات اللي وراء دي سي وارنر براثرز اتمنى ان هذا الانونسمت هذا الاعلان الكبير يحرك فيهم ساكن ويقولوا يلا خلونا نوقف على الرجلين ونسوي حاجة زي كذا نسوي حاجة مرتبة نوعد الشعب عندنا منصة عندنا فلوس عندنا امكانيات عندنا قصص عندنا ابطال خارقين مرة مجنونين يارب انو وارنر براثرز يبدأ يتحركوا يستحوا على دمهم يقدموا لنا حاجة حلوة يارب استاهلوا دي سي وكل العالم استاهل صراحة يشوف شي حلو من دي سي اعطيكم معافي جماعة الى هنا نكونوا صنع نهاية الفيديو لو اعجبكم الفيديو ضغطوا على زر اللايك وقلوا لي ايش اكثر مسلسل متحمسين له او ايش اكثر عمل من اعمال مارفل القادمة متحمسين له في التعليقات كما معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم